اهلا بك في اول فيديو شرح في منهج الانجليزي سنة 2024 لو ما تعرفنيش انا اسمي اسلام فارس انا مهندس وانهوضا ان شاء الله هنتكلم عن القاعدة اللي موجودة في الوحدة الاولى مبدئيا كده منهج تانية من اسهل ما يكون ومش محتاج منك غير انك بس تركز معايا في الشرح وفي الفيديوهات اللي بتنزل وبعدين تحلى شوية المنهج كله هينزل بالترتيب كل الوحدات هينزل مراجعات وكل فيديو هيتعمل هيكون عبارة عن جزئين شرح وحل هشرح لك القاعدة او الكلمات وحل عليك معاها شوية بحيث ما تحتاجش في اليونت دي غير الفيديو اللي انت بتشوفه هنا وهتشوف قد دي فعلا الموضوع سهل كبر الشاشة وتعال نبدأ في فيديو النهاردة اليونت بتاعتنا اسمها staying healthy البقاء بصحة جيدة سيبك من العنوان وتعال نشوف القاعدة اللي موجودة القاعدة انت محتاج تعرف عنها كل حاجة محتاج تعرف ازاي بتتكون القاعدة دي محتاج تعرف الاستخدامات بتاعتها ومحتاج بعد كده ان انت تعرف ازاي بتحل عليها وزي ما تفهنا انا هشرح لك القاعدة بالتفصيل بحيث ان انت تفهمها كويس قوي بعد كده هقولك ازاي تحل عليها حتى لو انت نسيت اشرح اللي انا شرحته لا فبإذن الله هتخرج من الفيديو ده وانت بتعرف تحل على القاعدة دي بكل سهولة القاعدة دي بكل بساطة ببقى عايز اعمل منها ثلاث حاجات او هي حاجة واحدة ببقى عايز اقول له الشخص اعمل او ما تعملش بيكون عندي فعل وعايز اقول له الشخص يجب ان انت تعمل الفعل ده او ماينفعش تعمل الفعل ده بيكون عندك فعل والفعل ده بيكون له ثلاث حالات الحالة الاولى ان انا عايز اقول له الشخص ان انا بتكلم معه الفعل ده مهم فلازم تعمله او بقول له نفس الشخص ده ان الفعل ده مش كويس فماينفعش تعمله اللي هو لازم ما تعملوش أو اننا الفعل ده يكون فعل عادي عايز انت تعملو يعملو مش عايز تعملو ما تعملوش انت هر يبقى احنا عندنا فعل هيكون عندنا فعل في الجملة بتاعتنا انا بشوف الفعل ده هل الفعل ده ضروري؟ مهم؟ لازم يتعمل؟ فبس تخدمله طريقة ولا الفعل ده فعل آآ وحش؟ فعل مؤذي؟ فانا مش عايز الشخص ده يعمله فبشوف ازاي اقول له لازم ما تعملش الفعل ده؟ ولا ببص برضو للجملة بتاعتي وبشوف هل الفعل اللي عندي في الجملة ده فعل عادي لو تعمل أو ما تعملش ما فيهوش أي ضر فبرضو بشوف القاعدة اللي باستخدمها في الحالة الثالثة فتحال ان انت بقول حاجة وهي التعبير عن حاجة اسمها الضرورة والإلزام يعني ايه ضرورة والإلزام يعني فعل انا شايف ان هو مهم فبقولك ان انت لازم تعمل الفعل ده عايز اقولك يجب ان تفعل هذا الشيء او يجب ان تقوم بهذا الفعل حاجة مهمة وانت بتقول لحد ان هو لازم اعملها بسبب انها مهمة علشان تعمل كده بتستخدم كلمة اسمها موست موست ترجمتها لابد لابد ان بتجيب بعدها فعلة في المصدر وبكده انت بقلت او بتكون قلت للشخص اللي انت بتتكلم معاه ان الفعل ده ضروري فعلة مهم ولازم يتعمل كم مثال اقولك يجب ان تتمرن جيدا او لابد ان تتمرن جيدا سواء ترجمتها يجب او لابد انت حر الاتنين بالعربو هيدوه نفس المعنى ناخد مثال كمان يجب ان ترى طبيبا يجب ان تزور طبيبا علشان انت مريد دي برضو فعلة مهم انت لازم تعمله مثال الثالث انا لازم اساعد والدتي في المطبخ انا شايف ان دي حاجة ضرورية حاجة مهمة لازم تتعمل فبستخدم معها كلمة مصد وبعد كده فعلة في المصدر مثال كمان لازم انت تدورني ثانية لابد ان تدورني ثانية انا برضو شايف ان الحاجة دي حاجة مهمة وفعلة مهم لازم تعمل فبستخدم معاك المطبخ بعد كده فعلة في المصدر المثال الاخير اللعبة دي هي الافضل لابد ان تجربها بقولك ان اللعبة دي هي احسن لعبة موجودة فلازم انت تجربها هنا انا برضو بقولك ان الفعل ده ضروري ولازم انها تعملوا فبستخدم كمية مصد وبعدها فعلة في المصدر طيب هنا الخمس جمال دول كلهم بيعبروا عن حاجات ضرورية لازم اعملها بس مع انهم كلهم بيعبروا عن ضرورة ومع انهم كلهم بستخدم معاهم كمية مصد وفعلة في المصدر الا ان كل واحدة منهم بتعبر عن ضرورة والزام بس بشكل مختلف ازاي بشكل مختلف تعال نشوف بالنسبة لجملة القرى والتانية لما اقولك يوم مواصد ترينويل لازم انت تتدرب كويس او انت مريض لازم تزور دكتور انا هنا بنصحك انا هنا شايفك شخص مريض فمنصحك ان انت لازم تروح للدكتور نصيحة قوية انا شايف ان الحاجة دي مهمة فمنصحك بيها بس بشكل قوي بقولك لازم تتمرن كويس انا برضو هنا بنصحك بشكل قوي لما تستخدم كلمة مواصد علشان تنصح حد النصيحة دي بتكون اسمها نصيحة قوية يبقى لما تحب تنصح حد ان هو يعمل حاجة بتستخدم كلمة مواصد وساعتها دي بتكون حاجة اسمها نصيحة قوية يعني هنا انا بنصحه ان هو يتمرن بصورة قوية هنا بنصحه ان هو يزور دكتور برضو بالشكل قوي فالنصيحة الخوية باستخدم معاكمية مصد طيب في الجنة الثالثة بقول أنا لازم أساعد والدتي في المطبخ اللي هي دي أنا بتكلم مع نفسي فأنا مش بنصح نفسي لأ أنا هنا شايف أن دي حاجة ضرورة شايف أن دي الزام علي لما أنت تبقى شايف أن في الزام عليك أنك تعمل فعله معين ذا كده بيتسمى حاجة اسمها الزام داخلي لما تبقى شايف من جواك أن الحاجة دي أنت لازم تعملها شايف من جواك أنها ضرورة تتعمل لازم تتعمل ده بيتسمى الزام داخلي وبتستخدم معاكم المطمص فبتقول يجب أو لابد أن أساعد والدتي في المطبخ هنا محدش أجبرك على كده محدش غصبك مفيش قانون بيلزمك أنك تعمل الفعل ده لكن أنت من جواك حاسز أن الفعل ده فعلا مهم وضروري نابع من جواك محدش أجبرك عليه فبتاخد معاكم المطمص وبتسميه الزام داخلي المسميات دي لحد ما مش هتفرق معاك قوي وأنت بتحل لكن لازم تبقى عرفها في الأول طيب في الجنة الثالثة لازم أنت تزورني ثانية هنا حد تاني اللي بيتكلم وبالتالي دي مش حاجة أنا شايفها من جواي أنها ضرورة لأن حد تاني هو اللي بيفرض عليها هو اللي بيقولها لي ثانيا دي مش نصيحة هو مش بنصحنا أن أنا أعمل حاجة لا دي بيقول لي لازم تزورني تاني فدي برضو مش نصيحة دي بتكون حاجة اسمها دعوة حرة وترشيح يعني إيه دعوة حرة وترشيح لما تحب بتعزم على حد أنه هو يزورك أنه هو يأكل معاك يجيلك فرح لما تحب بتعزم حد على أي حاجة دي بتتسمى دعوة حرة اللي هي العزومة القوية دعوة حرة لما حب تدعو حد أنه هو يعمل فعلا معين ساعتها بتستخدم كمية نص طبع دي فعلا في المصدر وده بيتسمى دعوة حرة الحاجة الأخيرة هي The game أو This game اللعبة دي لعبة كويسة قوي لازم أنت تجربها You must try it هنا أنا بيتعوك أنك تعمل فعلا معين أو برشح لك حاجة بقترح عليك حاجة أنا جربتها وعجبتني فعايزك أنت كمان تجربها فهنا أنا برشح لك برشح لك أنك تجرب اللعبة دي دي كده المسألة الأخير اسمه ترشيح يبقى بتتكلم على النصيحة القوية بتنسى حد النوع يعمل فعلا معين بصورة قوية أو شايف أنت من جواك أنه ده فعلا مهم ولازم يتعامل فبتسميه ألزام داخلي أو بتتكلم على حاجة اسمها دعوة حارة وترشيح الدعوة الحارة هي زي ما احنا بنقول كده عزومتنا ركبية لازم تجري تاني لازم تاكل لازم معرفش تحضر الفرح الكلام ده كله اسمه دعوة حارة تدعو حد أنه يعمل فعلا معين بس بطريقة قوية وآخر حاجة اللي هي الترشيح عادة أن الترشيح ده في الجملة بيكون جايب لك النص الأول من الجملة أن حد عمل حاجة أو أن فيه حاجة حلوة قوي 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 ونص الجملة التاني بتستخدم فيه كلمة مصت علشان ترشح نفس الفعل ده لحد تاني زي هنا بيقول لي أن اللعب حلوة قوي بعدين بيقترح علي أنه نأجربها خلاص فده كده اسمها دعوة حارة وترشيح في كل الأمثال اللي فاتت أنا كنت بتتكلم على كلمة مصت مصت الوحدة اللي هي المثبتة كنت بستخدمها في نزحة قوية اللزام داخلي دعوة حارة وترشيح لكن أنا كنت بستخدم مصت مش مصت لما تحب تنفي كلمة مصت بتحط لها التعبير نط فتبقى مصت بدل لابد أن تبقى لابد ألا وبرضو بجيب بعدها فعلة في المصدر لكن استخدامات كلمة مصت مختلفة عن استخدامات مصت مصت المثبتة بتقول لك أن الفعل ده لازم تعمل إنما مصت المنفية بتقول لك أن الفعل ده محرم ممنوع ما يفعش أن أنت تعمله فقول لك لا يجب أن تدخن هنا أو لابد ألا تدخن هنا مثال كمان لا يجب أن تقوم بأشياء سيئة هنا أنت ممكن تعتبر أنك بتنصح حد نصيحة قوية بس النصيحة دي هي أنه ما يعملش فعل معين فالنصيحة القوية ممكن تكون مثبتة وممكن تكون منفية الاتنين النصيحة ممكن تكون مثبتة ممكن تكون منفية كلمة مصت في الإثبات بتبقى بعناها لابد أن بتعبر عن حاجة لازم تعملها في النفي بيكون ترجمة هلابد ألا وبتعبر عن حاجة ممنوع محرم إنك تعملها يبقى منع وتحريم منع وتحريم أو حتى تحذير بنستخدم معها كلمة مصت اللي هي النفية من كلمة مصت وبيجي معاها تعبريات أو بيسويها تعبريات زي كلمة بانت اللي هو محرم ويفربدن برضو محرم او ممنوع. فبقنت اوفربدن اللي اتنين برضو معناهم منع وتحريم. معناهم من الحاجة دي ما ينفعش تتعامل يعني زيهم بالذات زي كلمة مصند. اخر حاجة ما يوجدها في كلمة مصد هي انها ساعات بتيجي كاسم بمعنى ضرورة. كلمة مصد دي احيانا بتيجي كاسم بمعنى ضرورة. تترجم كاسم. وساعاتها انا مش بجيب بعدها فعلة في المصدر. لانها اسم. هنا ترجمتها الابد ان. فبجيب بعدها فعلة في المصدر. انما هنا كلمة مصد ترجمتها ضرورة. فبستقيمها كاسم. كمثال على الموضوع ده ما ممكن اقول لك مسلا دوين. يور. وورك مسلا. انك تعمل الواجب بتاعك. ما له ده. اتس. اي مصد. او يورك ازا مصد. عمل واجبك دي ضرورة. او دي حاجة ضرورية. خلاص في كلمة مصد ممكن تيجي احيانا كاسم بمعنى ضرورة. مش شرط انها تيجي كفعل. يبقى كده احنا اتكلمنا عن مصد وعن مصد وعازين نتكلم دلوقتي عن المشكلة اللي بتقابلنا في استخدام مصد او مصد. المشكلة دي هي ان مصد او مصد اللي اتنين انا اقدر استخدمهم في المضارع بس. لو عايز تقول لحد او تقول لحد ان الحاجة دي ضرورية تعملها في المضارع. استخدم كميت مصد. ضروري انك ما تعملهاش في المضارع برضو تستخدم كميت مصد. لكن كميت مصد منهاش سيغاف الماضي ولا ليها سيغاف المستقبل. فلو كان في حاجة في الماضي انت آآ عايز اقول لك كان يجب ان تفعلها. يعني مثلا اقول لك كان المفروض تزاكر كان الزام عليك انك تذاكر الزام في الماضي مش هارف اسطدم كمة مصد. لو عايز اقولك ان في المستقبل هيكون الزام عليك انك تذاكر مثلا انت في ثانية. في ثالثة هيكون الزام عليك انك تذاكر اكتر. هنا في فعل هيكون ضروري بس في المستقبل مش دلوقتي. برضو في الحالة دي انا ما اقدرش استخدم كمة مصد. عشان كده بيكون في بداية لها. البداية لها هم تعبارات زي هاف تو هاف او هاس تو اللي اتنين نفس الحاجة. معناهم يضطر nell او برض ان يكون معناهم يجب الن. والتعبير التاني. بدل Bu Steve تخليها faz got. وبدل za Haz تخليها has got. الاتنين نفس المعنى بالزبط. والاتنين نفس الترقة بالزبط. التانية دي. انت بس بتأكد عن المعنى سيكم. بس هما الاتنين يعتبروا نفس الحاجة ونفس الترجمة بالزبط. والتعبير الاخير هو فعل need. فعل need ترجمته يحتاج. بناخد مع حرف لجرته فيبقى need two. يحتاج ان. هنا انا جايب لك مرة have ومرة has. مرة need ومرة needs بحرف الاس. علشان احنا لما بنتكلم على مضارع بنجيب الجمل دي في مضارع بسيط. والمضارع البسيط انا لو الفاعل بتاعي مفرط لازم الفاعل يكون اخره حرف الاس. الفاعل بتاعي في المضارع. مضارع بسيط لما يكون مفرط. الفاعل بتاعي لازم اتحط له حرف الاس. علشان كده في have وفي has. علشان كده في need وفي needs. خلاص? طيب دول كده الصيغة المضارع منهم. هم برضو ممكن استرموه في المضارع عشان برضو اعبر عن حاجة لازم ان انا اعملها دلوقتي. طيب في الماضي بقى. في الماضي كلمة have وهاز بيتحوله لهات. فبيبقى have to. كلمة need او فعلا need يحتاج بيتحول لneeded يعني احتاجة. طبعا need to وneeded برضو to. اما have got to وهاز got to وكلمة must دول ما لهمش ماضي. اللي انت بتستخدمهم في الماضي بتاعك هم يئمة have to. يئمة needed to. خلاص? لان have got وmost مالهمش سيغ ماضي. طيب لو عايز اتكلم على ضرورة في المستقبل. هتكلم على ضرورة في المستقبل. اي مستقبل لازم يكون فيه كلمة اسمها will. اللي ترجمتها سوف. دي لازم تكون موجودة في اي مستقبل. فبدلا ما كنتم بتقول have to هتزود لي بس كلمة will. بدلا ما كنتم بتقول need to هتزود لي برضو كلمة will في الاول. فيبقى will have to او will need to. will have to او will need to معناهم سوف تضطر الى او سوف تحتاج ان. تاخد ذلك هنا ان دايما كلمة will معاها have عمرها ما يكون معاها has. دايما كلمة will معاها need مش needs لان ده مستقبل. ودايما كلمة will بجيب بعدها فعلا في المصدر. هتبقى will have مش will has ولا will hat. وتبقى will need مش will needs ولا will needed. دول كده التلات صور اللي انت ما يكون تعبر بهم عن ضرورة. مضارع ماضي ومستقبل. تعالي ناخد امثلة. بقول لك هنا you need او you not pay your pills. انت نقط انك تدفع اللي هي الفواتير بتاعتك. فبقول لك لا بد ان او انت مضطر ان. فممكن اقول لك you have to pay your pills. يجب ان تدفع فواتيرك. او you have got to pay your pills. الاتنين دول. نفس المعنى بالضبط بس have got to فيها تأكيد اكتر. وفيها يعني حزم اكتر في الكلام. بس الاتنين في الاختيارات بيساوق بعض. والتعابير التالي هو need. بدلا ما اقول لك have to او have got to. ممكن اقول لك you need to pay your pills. التلاتة هي دولك نفس المعنى. والتلاتة متساويين في الاختيارات. بدلا ما استغرمت كيمة you. اللي هو فاعل جامعة. ممكن استغرم كيمة she. بالضمير she. بالضمير مفرد. فبدلا ما كنت بقول have. هقول has. بدلا have هقول has. بدلا need. هخليها needs. فقول لك she has to do her homework today. هي مضطرة تعمل الواجب بتاعها النهارة. she has got to do her homework today. نفس الترجمة. she needs to do her homework today. تحتاج ان تقوم بواجبها اليوم. خلي بالك ان التعبير ده. وده. وده. هنا الالزام مفروض عليك من بره. الالزام في اي حاجة غير كلمة نصد. عادة بيكون مفروض عليك من بره. يعني لو بصيت على المسال ده. الفواتير. انك تدفع على الفواتير. انت مش ملزم نفسك انك تدفع على الفواتير. انت مش شايف من جواك ان ده حاجة مهمة فلازم اعملها. لا. الفواتير انت لما عملتهاش اصلا هتتعاقب. الفواتير انت بتدفعها لان فيه قانون بيقول انك لازم تدفع على الفواتير. فده الالزام مفروض عليك من بره. حد فرض عليك انك تدفع على الفواتير. وفي الجنة التانية بنتكلم على على واجب. فالواجب ده يخص المدرسة. فانت برضو ما عندكش اختيار. انت لازم تعمل الفعل ده. الفعل ده مفروض عليك من بره. ولما يجي اكتر من واحد منهم في الاختيارات مع بعض. هنبقى نشوف ازاي ممكن نتصرف معه. ده ناخد مثال على الماضي. هنا بقول لك بدل هاستو وهفتو قلت لك هاتو. دي هاتو تيكا تاكسي از دي وير ليت. هما اضطروا ياخدوا تاكسي لانهم كانوا متاخرين. مرة استخدمت هاتو. ومرة هاستخدم التعبير نيديد تو. دي نيديد تو تيكا تاكسي اتفقنا في الماضي ياما هاتو. ياما نيديد تو. في الماضي لو الفعل اللي انت عايز له لازم يتعامل. فعل ضروري انه كان يتعامل في الماضي. بتاخد هاتو او نيديد تو. لو هنتكلم على مستقبل فاقول لك اي ويل هاف تو او اي ويل نيديد تو ريتشارد دي انترنت تمورو. انا سوف اضطر ان انا اعيد شحن الانترنت غدا. هنا الفعل ده هكون مضطر ان انا اعمله في المستقبل. ضرورة في المستقبل يبقى او 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 بعد كده فعل في الماضي. لحد دلوقتي كل الجمل دي هي جمل خبرية. يعني جمل خبرية يعني مش سؤال. فاززي استخدم الجمل دي او التعبيرات دي في السؤال. تعال نشوف. بالنسبة لكلمة مصد. فكلمة مصد بتكون هي الفعل المساعد. احنا عندنا السؤال دايما عبارة عن فعل. مساعد. زائد فعل. دي كده شباب صيغة السؤال. صيغة السؤال. فاي زمن هي عبارة عن فعل مساعد زائد فعل. لما بتيجي تعمل سؤال بكمية مصد. كمية مصد بتكون هي الفعل المساعد. فتيجي في الاول. فبتجيب مصد والفعل بعد كده فعله في المصدر. فتقول لي مصد يو وورك تودي. اي يجب ان تعمل اليوم. بالنسبة للتعبير هاف تو او هاس تو فعله في المصدر. دول لما بيتجيبهم في سؤال. بتستخدم معهم الفعل المساعد دو. او دازل. لو بتتكلم او عايز تعمل سؤال مع هاف تو و هاس تو بتستخدم دو لو الفعل بتاعك جمع. وبتستخدم الفعل المساعد دازل لو الفعل بتاعك كان مفرط. فتقول هنا دو يو هاف تو وورك تودي. اي يجب ان تعمل اليوم نفس الترجمة بس لما حبيت اعمل سؤال على هاف تو و هاس تو. الفعل المساعد هنا مش هاس و هاف. الفعل المساعد هنا هي كلمة دو او كلمة دازل. فبتجيب دو او دازل بعد كده الفعل بعد كده هاف تو. في السؤال مع هاف تو او هاس تو بيكون عبارة عن كلمة دو او كلمة دازل بعدهم الفعل بعد كده هاف تو وفعل في المصدر. اما لما بتحب تجيب التعبير. instringati في صيغة السؤال الفعل المساعد بيكون هاف او هاف فييجي في الاول فتقول هاف يو جاهد توور كادي هيجب برضه ان تعمل اليوم. يبقى لو هنتكلم على السؤال هتعمل سؤال بمصد يبقى مصد يتيجي في الاول. هتعمل السؤال بهاف تو او هاس تو. يبقى تستخدم دو او داس كفعل ومساعد بعد كده الفعل بعد كده هاف تو. لو هنستخدم التعبير هاف جاتو او هاس جاتو. يبقى الفعل المساعد بتاعك يكون كمة هاف او هاز وبعد كده تجيب جاتو. وفعل في المصدر. خد بالك من سيوة السوالة علشان اتحتاجها شوية وانت بتحلم. لو في امت الجسئية دي فانت دلوقتي تعرف ازاي تعبر عن فعل لازم تعمله او تعبر عن فعل لازم ما تعملوش. الجسئية اللي احنا اخدناها تخليك تعرف تقول ان الفعل ده لازم يتعمل او الفعل ده ما ينفعش ان هو يتعمل. بحنا جده خلصنا الجسئية دي. وخلصنا الجسئية دي. فاضل بقى الجسئية التالتة. ازا كان الفعل بتاعي ده فعل عادي. مش هيقصر قوي. ممكن اعمله وممكن ما اعملهوش. اعبر عنه ازاي. استخدمه ازاي. قال لك شفت التعبيرات اللي انت اخدتها من شوية. امسك التعبيرات دي كلها. كلهم مع ده كلمة مصد. امسك دول كلهم. وان فيهم. لو نفيه الدول بدلا ما كانوا بيعبرو لك عن ضرورة واللزام. هيعبروا ساعتها عن عدم الضرورة. يعني حاجة مش مهم انك تعملها. لو انت مسكت كل دول مع ده كلمة مصد ونافيتهم. بدلا ما كان الفعل اللي هم بيعبروا عنه هو فعل لازم يتعامل هيبقى فعل عادي ان هو ما يتعملش. فعل مش مهم. يتعامل عادي او ما يتعملش عادي. فلما تنفيهم هتلاقي هم موجودين عندك بالشكل ده. ده كده هو النفي بتاعهم. هاز او هاف بيتحولوا لو دونت او دازنت هاف تو. والتعبير هاف او هاز جات تو. ده مش بنستخدمه في النفي. ده لا بنستخدمه في النفي ولا بنستخدمه في الماضي ولا بنستخدمه في المستعبل. ده احنا بنستخدمه في المضارع ده يكون مثبت. وبس بتستخدم التعبير هاف او هاز جات تو في المضارع ولما يكون مثبت. وعاري تستخدمه في سؤال. انما ما يكونش منفي ولا يكون ماضي ولا يكون مستعبل. فلما يكون عندك فعل في المضارع. الفعل ده ممكن يتعامل ومنكم ما تعملش عادي مش مضطر انك تعمله. بتستخدم مع او دونت او دازنت هاف تو. او دونت او doesn't need to. اللي اتنين زي بعض بالزبط. او بتستخدم معهم كمية بس من غير حرف الجارة تو. يعني انت بتستعمله بطريقتين. يا اما don't او doesn't need وحرف الجارة تو. يا اما تستخدم كمية فقط لكن مش بتجيب معها حرف جارة. فلما تلاقي تعرف دايما ان انت عمرك ما تاخد معها حرف الجارة تو. يبقى لو هنتكلم على مضارع بتسويها don't او doesn't need to بتسويها كمية. حيات الماضي من دول. اطلع لك التعبارات اللي بتتقديمها. لما تحب تقول ان في فعلة في الماضي ما كانش ضروري انه يتعامل. زي don't have to, don't need to, we need have وفعلة في الصيف التارت. don't need to هي الماضي من don't او doesn't need to. و needn't have وفعلة في الصيف التارت. دي كده الماضي من كمية need. دول كده يا شباب. انا بجيب بعدهم فعلة في المصدر. خلاص? دول برضو. هجيب بعدهم فعلة في المصدر. انما دي. بجيب بعدها فعلة في الصيف التارت. اللي هي كمية البي بي. البي بي اللي هو فعلة فيه التصريف التارت. اما في المستقبل في كمية will لما بتتنفي بتبقى won't. فبيكون عندك won't have to, won't need to. برضو لن تضطر الى او لن تحتاج الى. فكده دول الصياغ اللي انت بتستخدمهم علشان تقول ان الفعل ده مش ضروري يتعامل. سواء في المضارع او في الماضي او في المستقبل. بص على يوم كده بص صريعة. وعموما هما كده كده. النفي بتاع الجزئية اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية. فانت ما عملتش اي حاجة انت بس نفيتهم. وطلع لك معك بس كمية need. اللي ما تنساش ابدا ان احنا مش بنصارق معاته. وبرضو خليك فاكر تعبير بني انتهاب وفعل في التصريف التارت. طيب كده انا اخد مثال. لما اقول لك هنا. the school is next to my house. I not take the bus. هنا المدرسة next to my house. المدرسة بجوار منزلي. انا اخد البص الاوتوبيس. المدرسة جنب بيتي. وبالتالي انا مش مضطر ان انا اخد الاوتوبيس. لما تلاقيك في كلامك بتقول مش مضطر او مش محتاج ان انا اعمل كده ساعتها تاخد واحد من دول. خلاص. المدرسة جنب بيتي وبالتالي انا مش محتاج ان انا اخد البص او الاوتوبيس. من غير ما بص على الاختيارات انا عارف دلوقتي ان انا هاخد اما. don't have to او don't need to او needn't. هاخد واحدة من دول. ايش مانا خط بتوع المدارع? علشان الجملة هنا مدارع. the school is. is d مدارع. بما ان زي من الجملة مدارع فانا مليش دعوة d ولا d. انا ليه دعوة واحدة من دول. التلاتة ينفعوا. الضمير i بعمله معاملة الضمير الجمع فبجيب بعده don't او needn't عادي. فهنا ينفع اقول i don't have to او i don't need to او i needn't. بص كلا في الاختيارات هتلاقي won't have to ان هي مستقبل. احنا هنا بنتكلم على is يعني مدارع فمش ياخد المستقبل. هتلاقي في has to. الضمير اصلا اي بياخد have. ما بياخدش has. زاد ان احنا قلنا ان انا ده فعل مش محتاج ان انا اعمله. مش مضطر اعمله. فباخد معا don't او doesn't have. مش باخد معا has. بعد كده كلمة ضرورة. هنا مش بقول انها ضرورة. لانا بقول ان فعل ممكن ان يتعامل وممكن ما يتعملش. وبالتالي ما اخدش معا most ااخد معا don't have to. اللي هي دي. فده كده هيكون الاجابة الصحة. الجلمة التانية tomorrow is the weekend. بكرة هي دي العطلة. شايف هنا كلمة tomorrow? كلمة دلة على زمن. كلمة دلة على مستقبل. tomorrow معناها غدا. يعني مستقبل. وبالتالي انا هاخد won't have to او won't need to. الحالة ان انا بتكلم على فعل مش هكون مضطر ان انا اعمله. هتعالى نشوف. you know what go to school. انت نوات تروح المدرسة. بكرة. اجازة. وبالتالي انت مش محتاج تروح المدرسة. مش مضطر انك تعمل الفعل ده. فعل مش مضطر تعمله. بتاخد معاه واحدة من دول. الفعل ده في المستقبل عشان كيمة التموره. فهتاخد معاه won't have to او won't need to. دور في الاختراض هتلاقي won't have to هي اول واحدة. الاجابة التالتة او السؤالة التالت. الاصابة بتاعته ما كانتش بهذه الخطورة. هنا الموضوع بيتسهل عليك اوي 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 اوي. اش معنى? علشان ما عندكش حاجة في الدرسة ده. بجيب بعدها. فعل في التصريف التالت غير تعبير need to have. ما فيش حاجة في الدرسة ده. بيجيب بعدها فعل في التصريف التالت. الا ده. فانت عندك كيمة عبارة عن فعل في التصريف التالت. وبالتالي هتاخد معها needn't have وتصريف التالت. اللي هي دي. زيت اصلا ان انا بقول لك هنا wasn't بتكلم على مواضي. ودي مستقبل ودي مضارع. فمش ينفعه حتى لو انت مش عارف ان ده تصريف التالت. دي كده هي الاجابة بتاعت التلات اسئلة دول. طيب مش احنا قلنا ان احنا في المواضي بناخد didn't have to او didn't need to او needn't have وفعل في التصريف التالت. الفرق يا شباب ما بين الجملة اللي بستطرم فيها didn't have to. والجملة اللي بستطرم فيها needn't have وفعل في التصريف التالت. اللي اتنين بيعبروا عن فعل ما كنتش مضطر ان انت تعملوه في الماضي. تعال نشوف. اللي اتنين بيعبروا عن فعل ما كنتش مضطر انك تعملوه في الماضي. في المثال ده didn't have to spend a lot of money on his wedding. لم يضطر الى ان ينفق الكثير من المال على زفافه. لم يضطر الى او لم يضطر ان ينفق الكثير من المال على زفافه. دي الجملة الاولى. الجملة التانية نصر جملة بالزبط. بس بدل didn't have to قلت needn't have. كلمة needn't have. يعني هيحتاج. لما استطرمها في الماضي ومنفية اقول لك لم يكن بحاجة الى. فهنا بقول لك لم يكن بحاجة الى انفاق الكثير من المال على حفل زفافه. الفرق بين لما اقول لك اه ما اضطرش يدفع فلوس وما كانش بحاجة الى انه يدفع فلوس. الاتنين زي بعض بالزبط. الاتنين فعل ما كنتش مضطر انك تعملوه. حاجة ما كانش ليها داعي. ما كنتش مضطر انك تعملها. لو الحاجة دي انت ما عملتهاش بتاخد معها دري انت هافته. دري انت هافته ترجمتها لم يضطر. معناها ان انت محتاجتش انك تعمل الفعل ده وبالتالي ما عملتهوش. اما لما تستخدم كلمة وفعل فالصريفة التالت برضو انت بتعبر الحاجة كانت غير ضرورية في الماضي بس للأسف انت عملتها. حاجة ما كانتش ليها داعي وانت ما عملتهاش فبتاخد حاجة ما كانش ليها داعي بس انت عملتها بتاخد معها وفعل فالصريفة التالت. يعني في الجنة الاولانية هو ما دفعش فلوس. هنا ما دفعش. فلوس كتير. انما في الجنة دي لما يستخدم نيد انتهاب وفعل فالصريفة التالت لا هي هيك ده حاجة. ما كانش مضطر ان يعملها بس عملها يبقى هنا دفع. دفع فلوس كتير. حاجة ما كانش ليها داعي في الماضي يبقى تاخد دري انتهاب تو او نيد انتهاب. الاتنين صح. لو زود لك حتى في الجملة بتقولك انها فعلا ما كانش ليها داعي وما عملتهاش فبتاخد دري انتهاب تو. ما كانش ليها داعي بس انت عملتها بتاخد دري انتهاب وفعل في تصريف التالت. تعالي نكمل. على آآ ملحوظات كده مهمة. واول ملحوظة هي الحاجة اللي بتلغبط في ناس كتير وهو الفرق ما بين كلمة ماصد وما بين هاف تو. مبدئين كده خليك عارف ان الاتنين بيعبروا عن الزام. الاتنين باستخدمهم للتعبير عن الزام. فانا لما رأى الجملة بتاعتي محتاج فيها الزام. بدور على ماصد. بدور على هاف تو. بدور على اي تعبير من اللي احنا شفناهم. في الاول كده خالص. بدور على اي واحد منهم وبشوف مين اللي بينفع. آآ لو حاجة خاصة بالشغل او حاجة خاصة بالمدرسة او حاجة خاصة بالسفر. اي حاجة حكومية عموما دي لازم تاخد معي هاف تو. ايش معنى هاف تو? علشان الالزام بتاكين متى ناصد هو الزام انت حبه. الزام انت فرطه على نفسك. زي كده المسال بتاعنا لازم اساعد والديتي في المطبخ. انا هنا ما فيش قانون بيرزن ان انا اعمل كده. لو ما عملتك كده مش هتعاقب. ما فيش عقاب. خلاص اي حاجة لو ما عملتهاش ما لهاش عقاب وشايف انها ضرورة دي كده بيكون اسمها ضرورة او الزام داخلي. حاجة انت اللي فرضها على نفسك. من غير ما حد يجي من بره ويفرضها عليك. انما الالزام بتاع كين متى هاف تو هو الزام ليه عواقب. الزام انت لو ما عملتوش هتتعاقب. يعني مسلا بنتكلم على مدرسة فالحضور اجباري. الواجب اجباري. بتتكلم على الشغل لو ما حضرتش هتتعاقب. هيتخسر منك هتتفصل. بتتكلم على سفر فريق اجراءات. الاجراءات دي برضو اجباري. ما يفعش ان انت متعملهاش. الالزام بتاع كين متى مصد. الى حد ما بيكون ملهوش عواقب. لو انت ما عملتوش فما فيش عاقبة. انا بنصحك بقى انا بقولك ان ده مسلا ده وحارة ترشيح. عادي. انما الالزام بتاع كين متى هاف تو عادة بيكون موجود مع القوانين. مع الحاجات الرسمية اللي انت لو ما عملتهاش هتتعاقب. علشان كده برضو لو في اي جملة مكتوب فيها كين متى وإلا ترجمتها وإلا. دي باخد معا هاف تو. علشان دي عادة بتيجع علشان تبينك العقاب. اعمل كزا وإلا هتتعاقب. فدائما الالزام بتاع هاف تو بدل على العقاب. الالزام بتاع ماصر بيدل على حاجة انت راضي من جمهاتك انها تتعمل. مش بتفكر في الحالة دي خالص الا لو الجملة بتاعتها كان فيها ماصر وهاف تو وانت شايف ان الاتنين ينفعوا. ساعتها بتبدأ تفرق ما بينهم. وتشوف الالزام اللي عندك في الجملة. هل هو الزام بتاع مدرسة بتاع شغل بتاع صفر فياخد هاف تو ولا الزام عادي فباخد معا كلمة مصد. بصت كده على المثال ده مسلا. اطفالي مضطرين ان هما يذكروا او التاريخ القديم في المدرسة السنة اللي جاية. هنا بتتكلم على هاف تو مصد ولا دونت هاف تو. هل دي حاجة لازم بتتعمل ولا حاجة عادي انها ما تتعملش. هل دي ضرورة ولا حاجة مش ضرورية. بتتكلم على على مدرسة. اي حاجة تخص المدرسة هي حاجة مهمة حاجة ضرورية. فمش اخد معها نيد انت. ولا اخد معها دونت هاف تو. علشان دول بيعبروا عن حاجة مش ضرورية انها تتعمل. انا هنا بتكلم على ضرورة. هيبضل هنا هاف تو ولا مصد. هنا اللي الاتنين ينفعوا. اللي الاتنين اللزام. نرجع بقى للاستخدامة بتاعت كلمة مصد. ونشوف. هل هنا دعوة حارة? لا. هل هنا ترشيح? برضو لا. هل هنا نصيحة? نصحها من ما يعمل فعلا ده? برضو دي مش نصيحة. دي حاجة اسمها الزام خارجي. المدرسة والسفر والشغل. بتقول كلهم حاجات الزام خارجي عليك. بتاخد معهم كلمة هاف تو. فتقول. اطفال محتاجين انهم يدرسوا التاريخ القديم في المدرسة. استنى اللي جيد. تعال كنا نكمل. بيقول هنا. انا محتاج ان انا ارجع على كتاب ده المكتبة. وإلا هتفع غرامة. شايف هنا كلمة اور? لا وإلا. يا اما هعمل كده. وإلا هتفع غرامة. يبقى الفعلى ده محتاج ان انا اعمله. ده الزام. والالزام ده لو ما عملتوش هيكون لي عاقبة. لي عواقب. وبالتالي ياخد معها هاف تو. فدور كده على هاف تو مش هتلاقي. بس هتلاقي كلمة هاف جوت تو. فهي دي كده الاجابة الصحة. برضو هنا انت ما كنتش محتاج ان انت تتفكر في حاتة الزام ده خريب. والزام خارجي وماس تو هاف تو. لانك مش محتاج. اصلا الاختيارات مفهاش كلمة مص. انت بمجرد ريتك عرفت ان ان انت محتاج اثبات. انا لازم ارجع الكتاب ده المكتبة. واللي هدفع قلامة. فانا عارف كده من الترجمة ان انا محتاج اثبات. لو بصف بالاختيارات مش هتلاقي اثبات الا في رقم بي. فهتاخدها بغض النظر عن استخدامها. وبغض النظر عن استخدامات الباقي. فبالنسبة التسعين في المية مش هتحتاج تفرق ما بين مصد وهاف تو. وساعات قليلة قوي 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 الا تحتاج ان انت هتفرق ما بينها. فده يمر ركز كويس في ترجمة الجملة. لو انت عايز استعمال نصيحة قوية بنستخدم كيمة مصد. لو عايز تعمل نصيحة عادية مجرد نصيحة عادية اعمالها متعملاش انت حر. ده اخد كلمات زي شود معناها هيجب ان او او سواء شود بنتستخدمه عشان تعبر عن نصيحة عادية. يعني اقول لك مثلا لا يجب ان تدخن. هنا انا ما اصحك ان انت ما تدخنش. بس دي مجرد نصيحة عادية. كلام عادي. انما لما اقول لك لا بد الا تدخن. هنا النصيحة موجودة هي برضو نصيحة. بس اشد بكتير واقوى بكتير من كلمة شلنت. فشود ومصد اللي اتنين بيعبروا عن نصيحة. انما كلمة مصد فيها تعظيم الحاجة اللي انت بتتكلم عنها. بتخليها تباني انها مهمة قوي قوي قوي. فده الفرق ما بين النصيحة بكلمة مصد والنصيحة باي كلمتين او باي تعبيرات تانية. تعال او فيه كلمة سبك من تعبير كلمة سمها كلمة نسسري ديها شباب ترجمتها ضروري. دي عبارة عن صفة. فلما حب اقول من الضروري بقول ات از نسسري. لما حب اقول من الضروري بقول ات از نسسري. معناها من الضروري. لو هستطيع المواضي مسلا هقولك اتواز نسسري كان من الضروري. ودي لها حال تاني. ايه ما بتاخد To وبعد To المصدر على طول? او والمصدر او بدلا ما اجيب المصدر على طول قبل دي تحط لي او واسم. يبقى التعبير او معناه من الضروري ان. ده اخد مع حرف الجارة وفعله في المصدر. حرف الجارة ده ممكن قبله اجيب كلمة حرف الجارة وعلى واسم. كلمة معناها ليه? يعني بدلا ما اقول من الضروري ان. هقول من الضروري لفلان ان. ده كل الفرق وكل الزيادة. مثال عليها كان من الضروري على احمد ان نروح مدرسة الاسبوع اللي فات. هنا اتواز نسيسري فور احمد فور شخص بعد كده تو وفعل في المصدر. هي هي بالضبط احمد كان من الضروري ان. يعني حاجة كان من الضروري انها بتعمل في الماضي. فممكن اصطرق مع التعبارات اللي احنا قلناها اللي منظنهم هاتو. احمد هاتو جود سكول لازد تكير. عندنا فعلة تاني اسمه اللاو. فعلة اللاو معناها يسمح. فعلة اللاو معناها يسمح. لما تحب بتقول مسموح بي او مسموح ان بتحول الفعل ده لمبني المجهول. فبتجيب قبله كمة بي او فيربة بي. كمة بي دي اللي هي فيربة بي. ممكن تكون ام او از او ار لو بتكلم على مضارع او ووز وكمة لو بتكلم على ماضي. كلمة اللاو لوحدها معناها يسمح. لما حب اقول مسموح بتتحول لي مبني المجهول. فبجيب قبلها فيربة بي. ام او از او ار لو مضارع. ووز ووير لو ماضي. ويكون ترجمتها مسموح ان. فاقولك you are not allowed to smoke here. ليس مسموحا ان تدخن هنا. حين نفيتها بدل فيربة بي. جبت فيربة بي منفي. فبذل ما اقول مسموح ان قلت ليس مسموحا ان. ليس مسموحا ان تدخن هنا. التعبير ده بيعبر على ان حاجة ما ينفعش لانده تعملها. حاجة ما ينفعش تعملها في المضارع. كنا نتفعلنا ان احنا بناخد معاها كلمة مصنت. فالتعبير ده. be allowed to لو نفيته. هتلاقيه بيساوي كمة مصنت. حاجة ليس مسموحا انها تتعمل. معناها لابد الا تقوم بها. يعني بتستخدم معاها كمت مصنت. فارنت allowed to او بربة بي not allowed to بتساوي كمت مصنت. تعال ناخد مثال. بيقول هنا. we not talk to each other because it was an exam. احنا ما كانش مسموح لنا نتكلم مع بعض علشان ده كان اختبار. بتكلم على ماضي. كيمة شط بستاطلمها في المضارع فمش ياخدها. كيمة مصت بستاطلمها في المضارع فمش ياخدها. كيمة partie برضو بستاطلمها في المضارع فمش ياخدها. فحتى من غير القاعدة دي كوني بس اعارف ان ده كان مضارع او ماضي. وضع ت strategى ومصنت كلهم مضارع. عارفت ان انا محتاج اخطار الاختيار او اخط الاختيار الاخير. ولم يكن مسموحا ان نتكلم مع بعضنا لانه كان اختبار. ده كده التعبير اه اللاو. اخر حاجة هي كلمة كانت. كلمة كان او فعل كان معناه يستطيع. لما تحب تقول مسلا ما تقدرش تعمل كده. ما تقدرش تعمل فعل معين. هو هو بالضبط لابد الا تقوم به. فلعايز تقول لحد مستحيل انك تعمل فعله معين او ما ينفعش تعمله. بتستخدم كلمة وبعدها فعل في المصدر. فبتقول لا يمكنك التدخين هنا. هي هي بالضبط فكلمة برضو ممكن يسويها كمة كانت. كانت او مصنت الاتنين ممكن يندورك نفس المعنى. لا يمكنك التدخين. هي هي لابد الا تدخن هنا. دي كده اخر جسئية معنا بالشرح. دلوقتي انت وانت بتحل. امشي على شوية خطوات. اولا لازم تحضر الزمن. حدد الزمن بتاع الجملة. لان في اختيارات كتير ممكن تروح. بسبب انك عارف ان الزمن ده مثلا ماضي والاختيارات دي مش ماضي. فاول حاجة وانت بتعملها لازم تحدد الزمن. اتنين حدد انت محتاج نفي ولا اثبات. لو عرفت انت محتاج نفي ولا اثبات برضو ده هيسهل عليك قوي. فاعرف الاول الزمن. تاني حاجة اعرف انت محتاج نفي ولا محتاج اثبات. طريقة حاجة لازم تعرف. هل الجملة محتاجة او هل الجملة بتقول ان الفعل ده لازم يتعامل او ضروري? ولا آآ لازم ما يتعاملش? ولا الجملة بتقول ان الفعل ده مش ضروري. انت عنك تلات حالات. الفعل بتاعك يكون مهم ولازم يتعامل. يكون فعل ضار ولا يجب انه يتعامل. الحالة التالتة ان الفعل بتاعك ده تكون مش مضطرة تعمله. عايز تعملو اعملو مش عايز تعملو انت حر. فلازم تحدد في الجملة بتاعتك انت بتتكلم عن انهي حالة فيهم. كل ده بيستعدك انك تستبعد اجابات كتير من الاختيارات. وبيوفر عليك مجهود كبير وحوارات كتير. تعالي كده نحلك نقول له مع بعض ونشوف الكلام ده. عندنا هنا خمس جمل. اول جملة بتقول. رجليك بتنزف. رجليك بتنزف. اول حاجة تحضرها الزمن. الزمن هنا يعني مضارع. هتلاقي كل الاختيارات عندك مضارع. فده مش يساعدك اول. خلاص. سبك من دي. محتاجين نحدد. احنا محتاجين نفي والازبال. بقول لك رجليه بتنزف. وبالتالي انت محتاج تروح لدكتور. محتاج تروح لدكتور. محتاج تعمل الفعل ده. وبالتالي انت محتاج اثبات. مش نفي. فدي نفي مش اخدها. دي نفي مش اخدها. دي نفي برضو مش اخدها. فياخد الاثبات اللي هي. ترجم بقى الجملة. يجليك بتنزف. لابد ان ترى طبيبا. هتلاقي ان الترجمة المنطقية فعلا. لازم يتعامل او آآ الزامي ان هو يتعمل في المدارع. هنا دي عبارة عن نصيحة قوية. انا مش هلزمك تعمل كده. لكن انا بنصحك وبشدة انك تشوف دكتور. رقم اتنين. انت نقط انك تنفق كثير من المال. هتحتاج البعض منه للاجهزة بتاعتك. هتقول لحد انت نقط انك تنفق كثير من المال. علشان تحتاج البعض منه للاجهزة بتاعتك. آآ فتعال نشوف احنا محتاجين نقول له. آآ يجب ان تنفق الكثير من المال? ولا لا يجب ان تنفق الكثير من المال? اكيد هقول له لا يجب انك تعمل الفعل ده. علشان هتحتاج بعض المال للاجهزة. فهنا هقول له انا محتاجه هنا هقول له لابد ان لا تنفق. يعني انا مش عايزه يعمل الفعل ده. انا عايز نفي. فمش اخد علشان اثبات. مش اخد مصد علشان برضو اثبات. هيفضل لي كانت هيفضل لي مصنت. كانت ومصنت احنا الاتنين التفنن هما احيانا ممكن نساوي بعض. بيساوي بعض. لما حب اقول ان ده منع وتحريم. لما تتكلم على منع وتحريم. ده كده كانت بتساوي مصنت. انما هنا مش منع وتحريم. ليه مش منع وتحريم? لان انا مش ممنع حد ان هو يصرف فلوسه. ده فلوسه. هو حر فيها. انا بنصحه ان هو ما يصرفهاش. انا بنصحه بقوة ان هو ما يصرفهاش. لكن انا ما قدرش امنعه ما قدرش اقوله انت ما تقدرش تسرب فلوسك لا انا بقولك لا يجب ان تنفق كثير من المال هنا نصيحة قوية يا شباب مش بمنعه مش بحرم عليه الفعل ده وبالتالي ما نفعش اخد كمه كانت فياخد هنا كمه مصنت رقم ثلاثة ياسمين عندها السكر مرض السكر علشان كده محتاجة انها تكون حذرة في الحاجات اللي هي بتاكلها لازم تكون حذرة محتاجة تكون حذرة فانا هنا عايز اثبات بتتكلم على نيدنت نفيه هايبضل لك كوت وي نيدز تو فاخد هنا نيدز تو ياسمين نيدز تو بي كيرفول ياسمين بحاجة الى ان تكون حذرة فيما تأكله بسبب ان عندها مرض السكر رقم اربعة ينواط واش ديس فروتز انت نواط انك تغسل الفكهة دي انا بالفعل غسلتهم انت نواط انك تغسل الفكهة دي انا بالفعل غسلتهم انت مش مضطر تغسل الفكهة دي علشان انا بالفعل غسلتهم هنا انت مش مضطر تعمل الفعل ده خلاص فعلا انت مش مضطر تعملو مش باخد معا موسنت ولا باخد معا كانت ولا باخد معا هاتو فعلا مش مضطر انت تعملو باخد معا كلمة نيدنت شايف هنا نيدنت ما فيش بعدها حرف الجرد تو الجملة الاخيرة صن الابن بتكلم بيقول مام اي دونت وانتو كليم ميروم انا مش عايز انضف القضاء بتاعتي بعد كلا بيسألها سؤال بيقول not it right now هل لازم ان انا انضفها دلوقتي فبتقول له او ماذر الامة بتروت yes right now اجل الان او دلوقتي هو بيسألها هل يجب ان انظفها الان هو بيقول لها الاول انا مش عايز انضف القضاء هل لازم انضفها دلوقتي فانا عايز اقول هل يجب ان انظفها عندها في الاختيارات have i to clean must i clean do i must clean must i have to clean اتفاقنا لو هعمل سؤال السؤال ده بكلمة must بيجيب كلمة must في الاول بعد كده الفاعل بعد كده فاعل في المصدر must فاعل فاعله في المصدر وبالتالي الاختيار رقم بي ده اختيار صح بالنسبة للاختيار رقم اي بيقول هنا have i to clean اتفاقنا لو عندي has او have two وهعمل عليهم سؤال بعمل عليهم سؤال بdo او does ده بيكون الفعل المساعد اللي بيكون في الاول هنا هبقول do i have to do i have to مش ببدأ بhave ببدأ بdo او does بالتالي دي غلط ومع كيمة must ببدأ بمصد نفسها فدو هنا برضو غلط وهنا must وhave تو مع بعض فبرضو اكيد دي غلط فالاختيار الصح هي رقم بي دي كده اخر جنبة معنا ده نهاردة واخر حاجة نتكلم معناها في الشرح القادة دي مش صعبة القادة دي مش طويلة القادة دي عايزة منك بس شوية ترتيب معرف انت داخل اليونت دي ليه داخل اليونت علشان تعرف لما يكون عندك فعل الفعل ده لازم وضروري ان هو يتعامل ازاي تقول ان الفعل ده لازم يتعامل ازاي تقول ان الفعل ده لازم ما يتعملش ازاي تقول ان الفعل ده لك حرية الاختيار عايز تعمله اعمله مش عايز تعمله متعملوش مش مضطر انك تعمل الفعل الفلاني وتعرف الصيغة بتاعة الماضي والمضارع والمستقبت. ده من اسهل القواعد اللي موجودة. ما تركزش اوي في حاتة الفرق ما بين ماصد وهاف تو لان انت مش تحتاجها كتير. عادة بنسبة كبيرة اوي هتعرف تفرق و هتعرف تختار من غير ما تدخل نفسك في حوارات الفرق ما بين ماصد وما بين هاف تو لان في الكلام الطبيعي مثل اجانب امريكا وبريطانيا والكلام ده عادة بيستقيم ولا اتنين في نفس الحاجة نفس الاستخدام بالزبط. فمش بيكون في فرق بينهم اوي. فما تركزش اوي في فرق ما بين ماصد وهاف تو. الا لو طريت في جملة انك تفرق ما بينهم في الاختراض بالطرق اللي احنا قلناها واحنا بنشرح. حاول بقدر الامكان انك ترجم الجملة وانت بتقراها قبل حتى ما بص على الاختراض. ده هيسهل عليك اوي وانت بتحل. ولو عايز فيديو مشروح في الكلامات بطريقة كويسة وملكم تفرج على الفيديو ده. اعمل اشير مع اي حد اشياء في النوم اكون استفيد. شكرا لحيكم وانشاء الله في فيديو.